تعودنا سوياً أن نبدأ كلماتنا بكلمات المولى عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أتقدم بمزيد من الحزن والأسر بالتعازي إلى الشهداء الذين استشهدوا في عمل إرهابي خسيس يستهدف الشعب المصري حز في غاية الشدة لأسرى كاملة تحول فرحها إلى ميتم أتقدم بالحزن بمزيد من الحزن والأسر إلى كل إنسان في معهد الأورام انزعج وأدى انزعاجه إلى تظهر حالته الصحي جريمة بشعة ولكني تحدست إليكم منذ حوالي عشر تيام حول خطورة الأمر وكما تعلمون الحمد لله يعني بفضل من الله بنستشعر من خلال التحليل الدقيق ما سوف يحدث من أحداث لا يعلم الغيب إلا الله فعالم الغيب الله وحده عالم الغيب والشهادة ولكن رب العزة ربما يكون قد أعطى لعباده الذين فوضوا أمورهم لله لا يريدون من الحياة الدنيا سوى وجه الله الكريم منحهم بعضا من الأحاسيس والقدرات جعلت منهم يتوقعون ما سوف تشهده الدنيا في المستقبل لقد تحدثت كثيرا على مدار سنوات وسنوات منذ عام 2010 تحديدا وأنا أتوقع الأحداث وتأتي مشيئة الله بأقدار قد توقعته عندما توقعت أن مصر ستشهد عملية نوعية إرهابية توجهت أليكم جميعا بنداء لن أكرر كلامي ولكني أطالبكم أن تستمروا متابعين لحلقاتي من يريد أن يعلم ويعرف ما سوف تشهده البلاد يتابع هذه الحلقات من يريد أن يعرف ما سوف تشهده الأمة العربية بكامل دولها عليها أن يتابع هذا البرنامج كل من يريد أن يعلم ما سوف يشهده العالم من أحداث مستقبلية عليه أن يتابع هذا البرنامج ربا بالنسبة لي هواية وليست وليس عمل عفوا أتكسب منه رزقا فالتحقت بالعمل بالتلفزيون المصري في عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين لم أكن باحثا عن مرتب أو عن أموال تأتيني من خلال الآلام اطلاق بل كنت باحثا عن رسالة تحملني مسؤوليات كبار إحداها أن أغوص في بحر الثقافة والعلم حتى أستطيع أن أقدم رسالة نافعة لهذا المجتمع الذي أنتمي إليه وأتشرف أنني منه أتشرف أنني مصري وأتشرف أنني عربي بالرغم من أن هناك الكثير منكم في حالة الديق يقول لنفسي أنا إيه اللي خلاني جيت في الحتة دي حالة دي لأن حضرتك لو شفت المجتمعات الأخرى سواء كانت في الهندي لن نتكلم عنها أو في السندي أو في أمريكا أو في أوروبا لتمنيت أن تعود إلى مصر وتعلن شرفك بانتمائك إلى المجتمع المصري ويزداد الشرف حجما بأنك تنتمي إلى المجتمع العربي ترجمة نانسي قنقر